حديقة الأرمان واحدة من أبرز الحضائق التي تجذب الزائرين في أيام العيد نظرا لمساحتها الكبيرة ومناظرها الخلبة وفي هذا الإطار شهدت حديقة الأرمان استعدادات مكثفة لاستقبال عشاقها طوال أيام العيد في أجواء احتفاليات مبهجة تستقبل حضائق ومتنزهات المحروسة زوارها احتفالا بعيد الأطحى المبارك حديقة الأرمان مقصد أساسي لعشاق الحضائق العامة حيث فتحت أبوابها منذ صباح الباكر بعد استعدادات كثيرة لتضمن نزهة ممتعة وسحرة لروادها في أجواء من الراحة والأمانة رحت صارت للعيد وبعد كده جيت أنا وصحابي جنينة الأرمان يعني نتفسح فيها نجيب أكلنا ونأكل في الجنينة وبعد كده ندخل نلعب في الملاهي نتمشى نقعد شوية الاستعدادات شملت صيانة دورات المياه وتوفير مياه الشرب بجانب قص النجيلة الموجودة في الحقيقة والتنصيق مع إدارة المرور لمنع التكدس بين زوار وتم فتح ثلاث بوابات كما تم الدفع بفرقة من الأمن لتنظيم العمل الداخلية بالإضافة لسيارتي إسعاف وإدفاء الحريق حديقة الأرمان كمان بالنسبة لسعرها فهي سعر رمز جدا 5 جنيه تسكرة فتعتبرها مش حاجة فبالنسبة للناس كثيرة هي متاحة للجميع وكل الناس حابين أنهم يجوها بقوم الصبح صلي وبنلبس وبنجي هنا على الجنينة علشان المرزة الطبيعية وبنعود هنا يعني بنأكل بقى أنا وصحابي وكده وبندخل المياه وبنلعب بالسعادة والبهجة هل العيد هنا بحديقة الأرمان ما بين تنزه وألعاب وراحة واستجمام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع